السلام عليكم مشاهدينا الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة التي سنكففها عند الخطاب الملكي السامي للقاه صاحب جلالة اليوم في افتتاح السنة السعية في البرلمان وهو خطاب تاريخي وجد مهم خصوص كل المغربي يعرف المحتوى ويعرف الأبعاد ونقف عند المرامي لأنه يتكلم على القضية الأولى الواطنية الأولى في المغرب والوضع لها والأبعاد لها ويبين بأنه لعبة سالت The game is over كمنا ويقول جلالة الملك على أنه يخطب البرلمانيين ومن خلالهم مختلف الهيئات ومؤسسات المواطنين بما أن الخطاب يهم الجميع وهذه مسألة مهمة قالها صاحب جلالة وخاصة عودتني أنه سيتكلم في البرلماني يعني جلس النواب ومجلس المسلشارين يعني يخطب ممتلين الشعب يخطب بهم بحضور الوزراء يعني قال المغرب كل حاضرة ما في تلك الجلسة وخاصة البعد الشعبي دي الممتلين دي البرلمانيين أو أعضاء مجلس النواب ومجلس المسلشارين وقال يقول بأنه كذكرنا لأننا قال هذا الوقت بأنه أننا سنمر في قليلة وحدة ترابية من مرحلة تدبير إلى مرحلة تغيير داخليا وخارجيا تغيير ونستطر على كل كلمات مع أنه الخطاب واضح وبسيط وقوي وكلمات اخترت بعنايا كعادته وقال بأنه دعاء في مقاربة لهذا الملف من مقاربة ضرورة الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية هذه الاستراتيجية اللي مشي بها المغرب والأعمل بها بكل عزم تأني برؤية واضحة استعملنا فيها جميع الإمكانيات للتعريف بعادالة موقف بينادينا لأن القضية دينا عادلة وبحققنا التاريخية والمشروع في الصحراء رغم أنه كان واحدة سياق صعب عالمي المهم هو أننا نهضروا إلى حقوق تاريخية والمشروعة وكي نتبتوا هذه الحقوق تاريخية والمشروعة كان عدد من الأمور منها الوثائق منها الأحداث يغيما نشيجينا ويجينا نبقى نلعبو لك نقولو لك ندعيو لأنه للمغرب حقوق تاريخية ومشروعة في الصحراء المغربية وللصحراء المغربية حقوق تاريخ يوم شروعة في وطنها الأم وقال الجملة المهمة والتي يكمل فيها كل شيء وهو أنه ظهر الحق واليوم ظهر الحق قال والحمد لله والحق يعلو ولا يعل عليه والقضايا العادلة تنتصر دائما بمعنى أننا انتصرنا في قضية العادلة القضية الوطنية للصحراء المغربية هذا اعتراف المجالي الماليك هذا تأكيد المجالي الماليك أعلى سلطة في البلاد مذكرا بقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطلة كان هذا الحق صدق الله العظيم مورها كي وضح هذه الانتصارات وكيدكر على أنه كيقول أنها هي الجمهورية الفرنسية التي اعتارت بسيارة المملكة على كامل تراب الصحراء وكيدعم مبادرة الحكم الداتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذه النزال الإقليم المفتعل ولاحظوا قال الجمهورية الفرنسية ولم يقل فرنسا استعمال كلمة الجمهورية الفرنسية مسألة مهمة هذه البلد الذي يعتمد النظام الجمهوري يعترف بحق المملكة المملكة في صحرائها وحق حقية الصحراء المغربية في وطنها المملكة المغربية هذا رأيها مطلحات مهمة أجل لكم أن نردوا البنم زيان الكلمات وقال كذلك بأنه بهذه المناسبة كنت تقدم باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي بأسلق عبارة شكر والإمتنان لفرنسا لقال فرنسا وليفخمت الرئيس إيمانويل مكرو على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء مغربية الصحراء ماشي غير حكم الدات لمغربية الصحراء هناك كنت تكلم على مغربية الصحراء ما فيها الشكل وكيقول بأنها التطور الإيجابي كانت تسر الحق والشرعية وكيعترف بالحقوق التاريخي للمغرب لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى عضو دائم بالمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية والله إلا أن أنا أني كان قرار خطاب صاحب جلالة وأتذكر طرهات دي للرئيس الجزائري عدم مجلد تبون ويمكنش نقارن الخطابين مع وجود الفارق شتانة وشتانة وشتانة شتانة فكبير وقال بأنه هذا بالإضافة إلى أن فرنسا كتتعرف جيدا حقيقة وخلفية هذا النزال الإقليمي المستعمير الفرنسي فرنسا المستعميرة فرنسا كتتعرف مزيان هذا الملف بمعنى أن اعترافها جد مهم في القاضية وهذا الشي لكيعطي القوة للاعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وأكيد أن هذا هذا الاعتراف كي يجي لدعم الجهود المبدولة في إطار أمم المتحدة مشي الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة لإرساء أسس ما صارت سياسي يفضي إلى حل نهائي هذا القاضية في إطار السيادة المغربية وزيد كي أكدها جلالة الملك ما كان نظرش على مفاوض مباشرة ولا استفتاء كي يدعو به كبرنات الجزائر هذا كخطام وكملناه في الضينا الآن أمم المتحدة مكلفة بالميل حصري وتدفع بحل سياسي ويقول كذلك لأن هذا الخطاب الفرنسي أو هذا الموقف الفرنسي كي يدرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية وترتائز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الداتي وهكذا تمكننا والحمد لله مكسب اعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن بحلوية المتحدة الأمريكية وفرنسا التي يعطيها القيمة وقيمة الاعترافات دينا وكذلك بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند بكل وضوح والتزان وحدة الترابية الملكة لا سيمة لا سيمة الدول التي افتحات قنصرية دينا في العلون والداخل وموازز مع هذا تحدى مبادرة الحكم الداتي وهو يتكلم على حكم الداتي التي تتكلم على مغرب للتوصل الى حل النهائي لهذا النزاع بما كان ضرب في السفر وكان ضرب كيف كما يقول الجزائريين الطرحات الكابرانات لقبلك المفاوضات المباشرة والاستفتاء إذن حل نهائي حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب بدعمين واسعين من طرف عدد متزايد من دول من مختلف شهات العالم بما أنه الرقم من ذلك يتزايد وهذا الشرا كان أكدو وزاد أكدو في الممتحدة عمر هلال الذكره فعلا قد تكلم عن هذا الشهادة بما أنه المغرب ينسج مع صريحاته وهناك يذكر إسبانيا الصديقة اسمها الصديقة لك تعرف خبايا هذا الملف لأنها كانت هي المستعمرة للصحراء المغربية خبايا الملف بما يحمله موقفها من دلالة سياسية وتاريخية عميقة إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وهنا هي إشارة لجهة الملك إلى موقف دول الاتحاد الأوروبي وخاصة كرد على محكمة العدل الأوروبية لكان قرار ديلها أو الحكم ديلها مجانب للصواب فيما يخص الصيد البحري وهنا ما كنساش جهة الملك أنه يتقدم لهذا الأصدقاء كامل الشركاء بالبارغ التقدير مواقف ومناصرة القضية المغرب الأولى بمعنى أنه هنا كان للمسوا من خطاب النبلاء عكس خطاب عقود طاعة طريق لكيمتل عدم جيد تبون وهنا كنشكر كذلك كل الدول كالتعامل اقتصاديا واستثماريا مع القليم جنوب الملاكة كجزء لا يتجزأوا من التراب الوطني بمن هنا زاد الإشارة الكبيرة إلى محكمة العدل الأوروبية وهنا بذلك وهي بذلك كتواكب ما صار التنمية اقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها السحراء المغربية وكتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي معمر جلالة المالكة من سلخ من انتماء إلى إفريقيا وكذلك توضع في صلب مبادرة القارية الاستراتيجية لتلقى جلالة المالك كمسروع بالغاز المغرب نيجيريا ومبادرة الدول الإفريقية أطلسية إضافة إلى مبادرة تمكين دول ساحل من ولوج إلى الوحيد الأطلسي ببنى أن جلالة المالك يرسموننا خارطة طريق خارطة التنمية والتعامل مع الآخر بالمطق رابح رابح والاعتراف بالآخر واعتراف بالشاركة من أجل تحقيق واحدة تنمية في إفريقيا يعني ما يكونش شي على حساب شي وفي هذا الإطار قال رغم أنه كل ما تحقق فإنها مرحلة مقبلة تطلب من جميع المزيد من التعبيئة وليقضة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدد قضيتنا والتصدي لمناورة الخصوم وهذا مسألة كان سبق لجلالة المالك تكلم عليها ودائما كان يعود لهنا ليقضي التعبيئة وليقضة هذه الكلمات رجل مهمة التعبيئة وليقض وهنا سيأتي الدور للفعاليات المغربية سواء المجتمع مدني سواء المنتخبين في جميع المجاليس أو جميع الهيئات هناك يقول في هذا الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زال تسير ضد منطق الحق والتاريخ رجعت الكلمة الدائمة كثرة الحق والتاريخ الحق والتاريخ والعمل على إقناع بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تأكد شرعية مغربية الصحراء والروحية إذن نشوف كلمة كلها مختارة بشكل دقيق الأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية بمعنى أنه لم يكن تتبع الأسلوب الخرطية أو الأسلوب للضغط ولكن الأسلوب للإقناع وهذا الشكل يقتضي مناش من تضاف يقتضي واحد تضاف الجهود بين كل مؤسسات الهيئة الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز التنصيق بينها بما يضفي النجاعة اللازمة على أذها وتحرقتها وهنا كيقول لا يخفى عليكم عشر برلمانين دور فاعل الدبلوماسي الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من اعتراف المغربية والسحراء وهذا هنا جلالة الملك يضع وصبوع دولو وحد المسألة اللي دائما كانت سيرها وكانت سروها وهي دور الأحزاب بمعنى أنه هذه القضية دي الصحراء المغربية مش قضية القصر وقضية الملك وحلو هذه قضية دي هذه الشعب المغربي هل يشكي نقول لنا هذا جلالة الملك يوضع الموضوع في السياق الطبيعي لأنه هذا الموضوع تنوله في البرلمان بوجود جلالة الملك بوجود الحكومة المغربية بوجود جميع المؤسسات بوجود نواب في مجلس نواب أو في مجلس أو مجلس مستشارين وفعاليات بمعنى أنه المغرب كله حاضر بين هذه القضية قضية دي المغرب وكل شيء خصوصي سهم وهناك تطرح المسألة دي الأحزاب لخصوص التحرك وخصوص كان لدينا أحزاب لدينا انتماءات مختلفة كين اليمين كين الوساط كين اليسار يجب أن يتحركوا مع الدول الأخرى ومن أحزاب في الدول الصديقة مع نياب الأمر خاصة لما يزمق تنعيش لا بد أن يجعل واحد بجهود وخص كما نشوف هنا في خصوم حدثنا الترابية لا يجعلوا حتى شيء برصام يمشون مؤخرا يكون هذي الأمم تعهيدة فش يدفعو الفاعلين لك فعالية المجتمع المدني بين المزوجتين بشكيتكلم بش يظهر لابد كذلك فعل المغرب والدبلوماسي قوية في هذا المجال وغالية في هذا المصار ولكن لابد تقويته بالعمل الحزبي بالعمل البرلماني وهذا الدور لكل مغربي كل مغربي في متواجد يعتبر نفسه بأنه سفير المملكة المغربية سفير القضية الوطنية الأولى مخصو يدافع على مصالح العلية للبلاد وهنا نقف عند الدور المؤثرين لإخوان المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي الله أعطيهم الصحابة نحييهم ونرفع لهم القبع المجود لكذيرهم وهنا خاصة يزيدوا في إطار التعبئة واليقضاء وخاصم غرب كامل يدعمهم يدعمهم القنوات يدعمهم الصفحات بالاشتراك باللايك بالبرتاج بكل شيء لا بد ندعمهم لأن هذه المعركة نخذوها كاملين إذن كيقول جيلة الملك لا يخفى عليكم مع شر البرلمانيين الضور الفاعل للديبلوماسي الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بالمغرية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الداتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي ولهذا كيدعو المزيد من التنصيق بين مجلسي البرلماني بهذه الخصوص ووضع هياكل داخلية ملائمة بموالد بشري مؤهلة مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود سواء في اللقاء التنائية أو في المحافلة الجهوية والدولية اختيار الوفود ومن اختيار الفعاليات اللي غديع الحق نتائج إذن هالشي كله وكي عبطوا وجهة المالي كذلك كتعرفوا أقالي من الجنوبية من تنمية اقتصادية والشماعية وكي اعترف بأن هالشي كله كان بفضل جميع المغاربة وتضافر الجهود الجميع في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية وكي نوه بمجهود كتبدأ الدبلوماسية الوطنية ومختلف مؤسسات المعنية مؤسسات العسكارية والمدنية وكل القوى الحية وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجوا في الدفاع للحقوق المسرعة للوطنين الحبيب المغاربة والتصدي لمناورات الأعداء اللي كنقول دائما مغدد وغير برد شكرا أنتما بكم والسلام وعليكم 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 الله وبركاته